بافتتاحية الشروق اليومي والتي خصصت حيزا من صفحتها الأولى لمستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والمستمر منذ الزياد من 24 يوما معنوينة 18 ألف طن من المتفشيرات على غزة وفي عنوان آخر عادت هذه اليومية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 ولتفاصيل زيادات الأجور ودعم السكنة الاجتماعية على رأسي صفحة الأولى إنابة قضائية صادمة من جينيف للوزير بوشوارب في التفاصيل اخترنا لكم هذا المقال المعنون كالتالي قوانين الأحزاب والجمعيات والبلدية والولاية على طاولة الحكومة حيث درست الحكومة الاثنين مشاريع قوانين جديدة تخصوا البلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات في إطار تكييف المنظومة القانونية مع الدستور الجديد مؤكدة أن ذلك من شأنه تعزيز دولة القانون والممارسة الكاملة للحقوق والحريات اخترنا لكم أيضا مقالا آخر وتطالعون فيها مسيرات حاشدة في عدة مدن مغربية ضد التطبيعة فظاهر عشرات الآلاف من المغاربة الأحد في الدار البيضاء ومدن مغربية أخرى تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا وحشيا من قبل الاحتلال الصهيوني منذ 24 يوما وضيد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني مستنكرين الصمت الدولي عن الجرائم اليومية التي تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مرأة ومسنع العالم وطالبوا المتظاهرون بوقف حرب الإبادة على غزة وفتح معبر رفحة وغلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ضمن يومية الشرق اخترنا لكم أيضا هذا المقال الجزائر مستعد لتكثيف الجهود لوقف الاقتتال في السودان هذا ما أعلن عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي استعداد الجزائر لتكثيف الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف الاقتتال بين السودانيين مراعاة للمصلحة العليا لبلادهم والتأسيس لعهد جديد ينبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني وخلال استقبالها الاثنين سفيرة جمهورية السودان لدى الجزائر نديا خير محمد عثمان في لقاء شكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل الرقيبها إلى مستوى تطلعات الشعبين ذكر بوغالي في هذا المقام بحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حل الأزمات بتغليب لغة الحوارة ورفض اللجوء إلى القوة والتدخلات الأجنبية تفاصيل أكثر حول هذا اللقاء تطالعونها ضمن يومية الشرق الخبر من بين اليومية التي اخترناها لكم اليوم والتي خصصت صدر صفحتها الأولى للوضع بفلسطين غزة تستغيث ومعبر رفح لا يفتح الجزائر ثابتة على المبدأ مع فلسطين هذا ما أكده رئيس الجمهورية من ولاية الجلفة منذ يومين تطالعون أيضا أسفل الصفحة الأولى هذه هي شروط الاستفادة من عدل ثلاثة اخترنا لكم أيضا يومية المساء وعنونات صدر صفحتها الأولى الرئيس تبون شجاعة وجرأة الرئيس تبون يجدد الدعم للنضال الفلسطيني المشروع خاصصت أيضا حيزا من صفحتها الأولى لعدل ثلاثة وقالت أن الرئيس يحقق حلم آلاف الشباب تطالعون أيضا قبلة على جبين الزعيم العربي عبد المجيد تبون وإشادة كبيرة بتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون قوات الاحتلال الصهيوني تتراجع وتنقل لنا يومية المساء أسفل صفحتها الأولى تصريحات مراسل الجزيرة بغزة وإلى الدحدوح لا وقت للحزن وعودة للعمل وفاء لدم الشهداء في التفاصيل اخترنا لكم مشاهدين هذا المقال وتطالعون فيه اختتمت أمس بالجزائر العاصمة الطبع الخامسة لبرمج التحدي الجزائري لمؤسسات الناشئة والتي عرفت تقديم مشاريع ابتكارية للعديد من الطلبة والبحثين في مختلف جامعات الوطن وبالمناسبة أوضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة يسين المهدي وليد أن هذه الطبعة تميزت بمشاركة كبيرة للمؤسسات الناشئة في مجالات مهمة مما يحكس حسبه انتشار ثقافة مقاولتية لدى الشباب الجزائري خاصة في الأوساط الجامعية الغد الجزائري تعنون صدر صفحتها الأولى الشركات متعددة الجنسيات المقاطعة بسبب تمويلها للمجازر الصهيونية في حق الفلسطينيين الحكومة تستعجل أعداد قانوني البلدية والولاية ورسميا سنترك تعود إلى ليبيا في التفاصيل يأتيكم هذا المقال في صفحتها الرابعة وتطالعون البنك الدولي يحذر من ارتفاع كبير لأسعار النفط حيث توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية تسعين دولارا للبرميل في الربع الأخير من سنة الفين وثلاثة وعشرين وأن يحبط المتوسط إلى واحد وثمانين دولارا خلال العام ككل مع تباطئ الطلب غير أنه حذر من أن يدفع العدوان الصهيوني على غزة وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط بالأسعار إلى ارتفاع كبير وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6% فقط منذ بدء الحرب الصهيونية على المقاومات الفلسطينية في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن لم تتحرك إلا قليلا ويشير التقرير إلى ثلاث سنايوهات للمخاطر استنادا إلى صراعات في المنطقة منذ السبعينيات مع التدرج في زيادة المخاطر وعواقبها تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع من ضمن يومية الغد الجزائري المشوار السياسي تعنون صدر صفحتها الأولى ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة وفي تفاصيل هذه اليومية اخترنا لكم هذا المقال حيث عادت لمخرجات اجتماع الحكومة ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس اجتماع للحكومة خصصا لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع العروض تخص عدة قطاعات حسب بيان لمصالح الوزير الأول وقد درست الحكومة خلال هذا الاجتماع الأسبوعي عديد النقاط المتعلقة بالأشغال العمومية مجال العمل مجال الري وفي التفاصيل درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يتضمن والتصريح بالمنفع العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار تندوف غارج بيلات وبهذا الشأن سيسمح مشروع النص بإخلاء الأوعية التي ستحتضن أشغال إنجاز الشطرين الأولين من خط السكة الحديدية المنجمي بطول 375 كم على مسافة إجمالية قدرها 950 كم ويتعلق الأمر بالمقطع الممتد من بشار إلى غاية النقطة الكيلومترية على مسافة 200 كم ومقطع أم العل تندوف على طول 175 كم اخترنا لكم ضمن الصحافة العالمية والعربية افتتاحية القدس العربي وتطالعون غزة الاحتلال يفشل في توغله والقسام تضغط بورقة الرهائن أسفل الصفحة الأولى تعود إلى تطبيق مصري اسمه قضية وهدفه مقابعة العلمات العالمية المساندة والممولة للكيان الصهيونية في التفاصيل عادت هذه اليومية العربية إلى موضوع الطاقة في الجزائر وعنوانات الجزائر وتركيا تبحثان عقود توريد الغاز وتوزيع الشراكة حيث بحثت شركة سوناتراك الجزائرية للمحلوقات العلاقات التجارية طويلة الأمد مع شركة بوتاش التركية في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال وسبل توزيع الشراكة بينهما جاء هذا حسب بياني لشركة سوناتراك المملوكة للدولة في أعقاب محادثات بين الشركتين أمس الأول اخترنا لكم يومية الفيقاغوة الفرنسية والتي خصصت حيزا من صفحتها الأولى للوضع بفلسطين المحتلة وقالت أن الرهائن تمثل اليوم عقبة للعدوان للكيان الصهيوني في حربه على غزة تطالعون أيضا رئاسيات 2027 لبان تتهرب وميلانشان يتراجع بهذا نختم وإياكم معلد الصحافة شكرا على حسن المتابعة والإصغاء شكرا على حسن المتابعة والإصغاء